أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة أن ما حققته مملكة البحرين من إنجازات ومكتسبات وسمعة طيبة إقليميا وعربيا ودوليا في حماية طبقة الأوزون تعكس ثقة المجتمع الدولي والإقليمي بالدور الفاعل لمملكة البحرين في دعم الجهود الدولية الرامية في هذا المجال جاء ذلك بمناسبة احتفاء مملكة البحرين بيوم الأوزون العالمي الذي يصادف السادس عشر من سبتمبر تحت شعار بروتوكول مونتريال إصلاح طبقة الأوزون والحد من تغير المناخ وفي هذا الصدد أشار سموه إلى جهود الكوادر الوطنية المؤهلة في الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة والعديد من الجهات الحكومية والخاصة في المملكة في تنفيذ مختلف المشاريع البيئية الهادفة لحماية طبقة الأوزون والحفاظ على البيئة والتغير المناخية وأوضح سموه أن مملكة البحرين تسير بخطة ثابتة نحو تحقيق متطلبات حماية طبقة الأوزون وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة دوليا وشاد سمو الشيخ عبدالله بن حمد بالجهود العالمية التي ساهمت في تحقيق التوافقات الدولية على تعديل كيغالي الذي يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحرارية وأعرب سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة عن اعتزازه وتقديره لجهود المجتمع الدولي وبما تحقق من منجزات عالمية في مجال حماية طبقة الأوزون مؤكدا سموه أهمية استمرار التكاتف الدولي من أجل تحقيق النتائج المرجوة وما أشارت إليه التوقعات العالمية والتقارير الدولية في الوصول إلى مرحلة التعافية التام لطبقة الأوزون خلال العقدين القادمين ترجمة نانسي قنقر